تبع رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك إجراءات صرف مرتبات القوات المسلحة والأمن في جميع المناطق العسكرية بالمحافظات المحررة والإشكالات التي أدت إلى تأخر عملية الصرف وآليات تجاوزها بموجب توجيهات فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية وأجرى رئيس الوزراء في العاصمة الموقتة عدن لقاءات واتصالات مع وزيري الدفاع والمالية ومحافظ البنك المركزي اليمني للوقوف على الصعوبات والمعوقات القائمة والتي حالت دون تسليم رواتب منتسبية المؤسسة الأمنية والعسكرية في جميع المناطق العسكرية بالمحافظات المحررة دون استثناء حيث استمع منهم إلى إضاحات حول أسباب التأخير في صرف مرتبات قوات الجيش الوطني والأمن والجهود الجارية لتجاوزها وأكد الدكتور معين عبد الملك أن الحكومة وبناء على توجيهات فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية ومنذ عودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن بموجب اتفاق الرياض حريصة على معالجة موضوع تأخير صرف المرتبات خاصة في القطاع العسكري والأمني كأحد الأولويات العاجلة في مهامها موجها الوزارات والجهات المعنية والبنك المركزي اليمني بسرعة تجاوز ومعالجة الصعوبات القائمة في هذا الموضوع وبشكل عاجل وفي جميع المناطق العسكرية بالمناطق المحررة دون استثناء وأعرب رئيس الوزراء عن ثقته بتفاهم أبطال المؤسسة العسكرية والأمنية وتقديرهم بأن أي تأخير في صرف المرتبات هو ناتي عن أسباب موضوعية مبررة خاصة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة والأحداث الأخيرة في العاصمة المؤقتة عدن منوها بالتضحيات الخالدة التي يقدمها أبناء القوات المسلحة والأمن ومعهم الغالبية العظمى من أبناء الشعب اليمني وهم يدافعون عن الوطن والثورة والجمهورية ويصنعون الانتصارات المتوالية على طريق استكمال إنهاء أبشع انقلاب وحشي ودموي وطائفي عرفته اليمن في تاريخها من قبل ميليشيات الحوثي وبدعم إيراني